عبد امبارح تصور ان تقلق مروان حمدي قدام الاهلي امبارح وتسجيله هدفين هيكونوا سبب في عودته نادي الزمالك احنا بنهنا يعني بنشوف حاجة تانية خالص بتحصل في الكواليس عايز اقول لكم ان الاتجاه دلوقتي داخل نادي الزمالك هو استغلال تقلق مروان حمدي في عمل صفقة تبادلية مع اسموحة لضم عبد الكبير الوادي بأكد عليكم الوادي مضى في نادي الزمالك في جلسة مع امير مرتضى قلتها اكتر من مرة والزمالك معندوش رغبة في استعادة مروان وشايف ان ستايل لعبه لا يتناسب مع نادي الزمالك وهيبدأ بالتفاوض مع اسموحة لابرام صفقة تبادلية لان عبد الكبير الوادي متبقي ليه سنة ينتهي بنهاية الموسم القادم عقد عبد الكبير الوادي دي مفاجأة كبيرة جدا 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 ده اللي بيدور داخل الكواليس طيب دي من الاشياء المهمة جدا ده اللي بطا ب Sloan ده جرج Time حبEveryone ده اللي بطا بس